بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد في هذه الأيام الطيبة أيام رمضان وتلك الليالي العظيمة ليالي رمضان لدى الله سبحانه وتعالى أن نحسن الصيام وأن نحسن القيام حتى نفوز بالرضوان إن شاء الله المغفرة والعثق بالنيران في نهاية رمضان إن شاء الله في هذه الحلقة الطيبة نقف مع دور الشباب ويعني دورهم في تنمية المجتمع اهتمام الإسلام بالشباب ودور الشباب والعناة بالشباب أمر هام دعت إليه الشرائع السماوية كلها تدعو إلى الاهتمام بالشباب الاهتمام بالنشأ أولاً ثم بالشباب ثانياً وتلفت النظر إلى أداء دورهم في الحياة نرى أن المولى سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيداً سبحانه وتعالى ويقول تعالى يقلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث هذا يدل على أن المولى سبحانه وتعالى يلفتون أنظرنا إلى أن الإنسان مر بمراحل بل يقول سبحانه وتعالى هل آت على الإنسان يحيونه من الدهري لم يكن شيئاً مذكور إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبتة ليه فجعلناه سماعاً بصير هذا يدل على ماذا؟ مراحل مراحل وبعد ذلك مرحلة الكبر ويعني ما يصيب الإنسان في الكبر وكان رسولنا صلى الله عليه يدى الله تعالى يعني من الكبر والعجز في الكبر ما يلزم فيجب علينا أن نشعر الشباب بأهميته وأهمية دوره في الحياة وأن الأمم لا تبنى إلا على فكر الشباب وعلى قوة الشباب وعلى أداء دورهم انظر إلى ما قصا القرآن عن أهل الكهف يقول تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى هذه العقول الطيبة هذه العقول التي نظرت إلى القوم وما يعبدون ولا يصح أن يعبد غير الله تنكروا واستشاطوا غضبا ولمد أن نترك هذه العبادات الباطلة الإله حق والألوهية التي تعبد الإله الواحد القاهر الديان الخالق فهذا يدل على ماذا؟ على أن عقول الشباب تعي وتفهم دورها في الحياة يعني انظر إلى إبراهيم عليه السلام حينما ذهب الأصنام ورأى يعني أن أفضل طريقة للفت أنظار هؤلاء القوم أن هذه الأوصال الأوثان لا يصح أن تعبد حينما أحطمها وأترك يعني كبيرهم وأضع الفأس فيه أو عليه حتى ألفت نظرهم يعني كيف يعبدون أصناما لا تسمع ولا تبصر ولا تدافع عن نفسها فلما جاءوا ورأوا وتعجبوا بل وحورهم حورهم كما كما قص القرآن يعني بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون إلى آخر الآيات إنما قبل ذلك قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقاوله إبراهيم فإبراهيم عليه السلام وهو شاب فتن حالة الشباب حالة القوة كيف استغل قوته في النظر في الكون النظر إلى الكائنات النظر إلى عقله وفكره وإلى أداء رسالته في الحياة وأن رسالته لا بد أن يكون لها دور كبير في إعمار الكون في إعمار هذه الحياة هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فالفطرة الطبيعية عند الأنبياء هي الفطرة الصحيحة الفطرة الصحيحة يعد الله تعالى إبراهيم عليه السلام لهذه الرسالة العظيمة التي هي تتفق مع الفطرة وتبين له كيف يعني يكون التشريع متكاملا معنى ذلك معنى ذلك أن الشباب بعد أن أخذوا مرحلة الإعداد الدولة تنفق على الصغار الصغار يعني في الرعاية الأبوية في الرعاية للأب والأم في الرعاية الأسرة في الرعاية الولي في الرعاية الوصي هذه الرعاية مرحلة طول حتى يبلغ الأشد حتى يبلغ الشاب الأشد في الرعاية في رعاية غيرهم تحت نظر الدولة يقول تعالى وَلَا تُؤْتُوا سُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَى اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرُزْقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَاكُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا سبحان الله يعني الوصي هو الذي ينفق على الصغير الوصي والذي ينفق على السفيه أو المجنون وَابْتَلُوا يَتَامًا حتى إذا بلغوا النكاحة سني زواج يعني فإن أناسوا منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وَلَا تَأْكُلُوهَا إِصْرَافًا وَبِذَرَرًا أَكْبُرُوا هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الصغير قد أخذ حقه من الرعاية والعناية والتعليم دولة عدة المدارس الحضانة والاتدائي والإعدادي والثانوي ودخل الشاب والجامعة وتخرج من الجامعة والحمد لله هذا من الطب وهذا من هندسة وهذا من الزراعة وهذا من التجارة وهذا من كجا هذا حصل لهم تجارة وهذا حصل لهم زراعة وهذا حصل لهم فني إلى آخر وهذا لم يوفق في التعليم ووضعه الله تعالى في مهنة معينة في صناعية مهنة معينة هذا فلاح كل هذه المهن يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى قد أكونوا في التجارة لأن الله تعالى يريدون تجير وأنصح في التجارة وأنفع في التجارة قد يريدون الله تعالى زارعا شاب زارع مزارع ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية لا يوجد أفضل يعني مني في الزراعة لأنه أتقن في الزراعة أتقن في صناعتي أتقن مهنتي في التجارة لا أغش في التجارة يعني انظر دور الشباب في نهضة المجتمع أن يراعي كل مريء كل شاب حق الله في مهنتي في مهنتي في المهنة التي يقوم بأدائها أنا مدرس يعني أجتهد قدر طاقتي وقدر وسعي في نقل المعلومات في نقل المعلومات إلى أبناء الطلاب أسعى أخذوا بأيديهم أن يتلقوا هذه المعلومات صحيحة حتى يسعد بهم المجتمع حتى يشاركوني في تعليم أبناء الجيل اللاحق وأن ننعم بتقدم المجتمع عرقي المجتمع يأتي من التاجر الذي لا يغش في تجارته لأني أطبق يعني من غش فليس منه يبقى سيدنا الرسول حينما يمر في السوق ويعلم بعلم جبريل عليه السلام يعني يضع يده في كومة من القمح أو الطعام ويضع يجد بللا في أصابع ما هذا يا صاحب الطعام يا رسول الله يعني بلل السماء أمطرت السماء أو الندى في الصباح أو ما إلى ذلك هل لا جعلته فوقه فوق الطعام حتى يراه الناس يعني هذا البلل لماذا جعلته في وسط القومة يعني هذا غش هذا يفسد وأن رغم نشتر هذا الطعام وما ترك هذا البلل في داخل القومة في داخل يعني الطعام الحب يعني هذا يؤدي إلى العفل هذا يؤدي إلى الغش هذا يؤدي إلى الإضرار بالمشتري هذا يدل على ماذا لا يوجد في الإسلام أبدا غش ولا لابد أن يكون التناصح يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبيّن أبورك لهم وفي بيعهم وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهم الشاب التاجر لابد أن يكون صادقا لابد أن يكون أمينا لابد أن يكون واضحا في بيعه وشرائه يضع السلعة الجيدة في ناحية ويعني الرديئة في ناحية أخرى والجودة المتعددة التنوع أيضا لكل نوع في المستقل يبقى الشباب وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمنا أخذ أمر علي رضي الله تعالى عنه أن ينام مكانه في إلاية الهجرة مكان فدائية فدائية الحقيقية الجيش المصر كله هو جيش فدائي نسخر به ونفرح به لأنهم جنودنا ويدافعون عننا جنودنا البواسل في الشرطة يقيمون ليلة نهار يصهرون على خدمتنا فهذا علي رضي الله تعالى عنه ينام حتى يغمي على القوم أنه هو رسول الله سلم يتعرض ربما يقتحم الجنود الذين الشباب من كل قبيلة فتى شابا جلدا معه سلاحه ربما يقتحمون الباب ويأخذون يعني يقتلون النائم أي أن كان لا يوالد هو يقدم روحه فداء للرسول الله فداء للدعوة فداء للدين هذا هو علي هذا هو علو الشاب رابيه بيت النبوة يقدم روحه جنودنا كذلك فهذا هاهم الشباب وانظر إلى الإعجاز رسول الله سلم لما وضع يعني مردته عليه أو في غطة غطته بتوبة أن طمأنه أنهم لن يصلوا إليه لن يصلوا إليه ونعلم أن رسول الله سلم لما خرج عليهم ألقى الطرابة في وجوههم فأخشانهم فهم نفسرون قرأ أول سورة ياسين ما هذا؟ إنما هي الجندية هذا هو الشاب عليهم قدم لنا مثلا طيبا للدفاع عن الدين ولكي يوزع الودائع التي كانت عند رسولنا صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وهم يعني أعداء أمنوه بالرغم يعني من العداء على يعني أموالهم وودائعهم فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الشاب عليهم رضي الله تعالى كانوا صحابي تعلم الدين الصحيح تعالى من رسولنا كيف يطبق شرع الله كيف يؤدي الأمنات كيف يدافع عن دينه انظر إلى يعني السيدة أسماء رضي الله تعالى عنه ذات النطقين يعني كيف كانت جندا من جنود الدعوة من جنود الإسلام في الهجرة كيف أدت الرسالة وعبد الرحمن بن أبو بكر عامر بن فهيرة شباب كانوا جنودا كانوا يعني ضمن الكتل خلف الصف الجنود يعني سيدنا الرسول في الهجرة كما رأينا أخذ بالأسباب كاملة حتى تتعلم الأمة الإسلامية أن أخذ بالأسباب في كل نواحيه كان ممكن أن يطلع من ربه أن يعني يسري يسري به إلى المدين ولكن دروس وعبا فأسامة بن أسامة جيش أسامة لما مات رسول سلم وكان الجيش لم يتحرك بعد أمره على كبار الصحابة ولم يتحرك الجيش وقال طلب بعض الصحابة من سيدنا أبو بكر بعدما تولى الخلافة أن يبقي الجيش أسامة ولا يتحرك لظروف الدولة الجديدة وارتد من ارتد من العرب قال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله وسار جيش أسامة وكان جيش أسامة موفقا ومزفرا والهيبة عادت الدولة الإسلامية في الداخل والكارج ببركة سيران هذا الجيش وببركة سيرته صلى الله عليه وسلم وتطبيق هذه العقدة التي عقدها رسول الله سلم لهذا الشاب وهو أسامة وفي داخل الجيش كبار الصحابة فتطالبنا السيرة النبوية أن نضع الشاب المناسب في المكان المناسب لا فرق بين جنس آخر لا فرق بين أبيض ولا أحمر ولا قبيلة ولا قبيلة الكفاءة من الشباب ينبغي أن نستغلها استغلالا حسنا فبها تتقدم الأمة إن شاء الله ومصر قوية بشبابها حيث إن الشباب يعني في السند المناسب هو الذي يعني يكون في الجيش والشرطة ندى الله تعالى أن يبارك لنا في شبابنا وفي أرضنا وفي كل طروتنا هذا وله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته